ازايكم وعملين ايه يا ربكم بخير هنتكلم على توقعات الاسبوع الاول شهر مارس العام 2022 يا برجة جدي احنا بنسبالنا خلال الاسبوع الاول هيكون فيه كتير من الامور الايجابية صراحة خاصة ان مازال كوكب المريخ مازال كوكب الزهرة موجودة عندنا اول خمس ايام فده يعني لنا جزئية كتير من الحظوظ الايجابية اللي لها علاقة بتاعدي لا تعاطفية واستغلال عامل الوقت الجيد ده لازم ان هو يكون موجود في الفترة دي بالنسبة لك الشمس موقعها المنزل التالت يعني منزل العلاقات والتواصل والوصول لكتير من الايجابيات في حياتك لان هو مكان بيدعمك جدا بيسيرك من الطاقة فيه علاقاتك الاكتباعية بيجعلك اكثر دبلوماسية وبيقتر من اصدقائك او عندك عدد من الاصدقاء هيكون كتير خلال الفترة دي اشخاص بيسألوا عنك اشخاص بيتواصلوا معاك فالاجواء دي ما كتير موجودة عروض صداء عروض مهنية جايلك من احد الاصدقاء فالاجواء برضو دي هتبقى لزيزة جدا طيب برج الجدي الاوضاع بالنسبة لك اللي ليها علاقة بشكل الايام الاول يعني خلينا نتكلم على شكل الايام او طاقة الايام ثم بعد كده نتكلم على تأثير حركات الكوكب من الشأن المهني العاطفي الاخر بالنسبة لك يا برج الجدي الأجواء اللي ليها علاقة بالايام انت عندك فيه ايام هتبقى لطيفة ورائعة جدا 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 برغم انه ممكن يكون تأثير كوكب الزهرة وكوكب المريخ هيبقوا موجودين في برج الدلو لكن هو مش مكان يعني او منزل يتعبك لا بالعكس ده المنزل التاني المهم برج الجدي يوم ستة يوم سبعة يوم تمانية فترة الامر موجود في برج السور الامر موجود في برج السور يعني بالنسبة لك ده المنزل التامن المنزل الخامس منزل العلاقات منزل كتير هيبقى بيفيد فيه اربقة مع الاهل اربقة مع الاب والام اربقة مع الاولاد او اخبار سرة تخص موليدة يعني بتسمع خبر حلو ليه علاقة بمولود ليه علاقة ان انت يمكن يبقى عندك مولود حد قريب منك عنده مولود علاقتك حلوة مع احد الاولاد فاذا عندك اجواء كتيرة هتبقى لطيفة جدا جدا طيب اذا في الفترة دي فيه اخبار سرة من شأن العائلة فيه اخبار سرة ليه علاقة بموليد فيه اخبار سرة كمان ان انت تقدر تنطلق تبتدي حاجة مهمة تعمل تنطلق فيه امر مهني تتقدم لحاجة تاخد خطوة معينة فاذا عندك القدرة على الحصول على الاجبات خلال الفترة دي طب فيه بالنسبة لنا ايام هتوبات سئلة اه يوم اربعة ويوم خمس لان الامر هنا موجود فيه المنزل الرابع بس برج الحمل وهنا بالنسبة لك ده بيعني بعض الخلافات او المشاكسات خلي بالك كتير من فكرة الاسرار العند انك تكون مصمم على حاجة قوي اني انا ادخل مشكلة مع حد عشان خاطر انا عايز حاجة معينة عارف فكرة عايز ده يعني ده لازم كذا يبقى كذا لا فكرة العند والتشبص بالرأي دي هتبقى امر سلبي جدا لان ده هيكون امر قد ايه بيعمل او بيبقى فيه داعي لخلافات او لمشاكل فلازم تكون حريص جدا عشان تبعد عن الخلافات والمشاكل الموجودة يا برج الجدي طيب ده بالنسبة لي اليومين اللي مش قد كده اذا انت ممكن يعني تأجل اي تأجل اي حاجة تقيلة او صعبة او فيها خلافات او ممكن تجلب لك المشاكل في يوم اربعة ويوم خمسة ليوم ستة وسبعة وثمانية حلوين كتير يوم ستة وثمانية قادرين ان احنا ننجح ونبدع فيهم جدا يعني طيب اذا ده شكل او طاقة الايام لكن لما نيجي نتكلم على الوضع المهني كما اعتارك في المنزل التاني بالنسبة لك وده يعني ان انت عندك كتير من العلاقات الطيبة او الاشخاص اللي هيكونوا بيعرضوا عليك عروض مهنية متعلقة بمكاسب اكثر من الحالي يعني عارف فجرة انت ممكن تكون بتشتغل مثلا شغلانة شغل في الوضع الحالي لكن يجي واحد صاحبك يقولك يا ابن الذين اتنا عندي لك شغلانة هتبقى بضع في المرتب بتاعك عندك اجواء متعلقة بالنقطة دي ان في بعض الشخصيات او الاشخاص اللي هو بيساعدك بامر مهني او شغل اضافي شغل اضافي بالنسبة لك فاذا عندك اجواء ليها علاقة بشغل اضافي حاجة ليها علاقة او متعلقة بنجاح مهني بيجيب لك مال او في كسب مالي او ان حد بيعرض عليك مال او بيعرض عليك عرض مهني بمال اضافي يعني اعلى من مرتبك لكن كمان برج الجادية في عندك حاجة كتير مهمة انت عندك فكرة ان انا عايز اشتغل عشان اكسب اكتر لان فكرة الاحتياجات موجودة عندك يعني انت عندك احتياجات مالية انت عندك احتياجات مالية ليها علاقة او مرتبطة بايه اللي هو ممكن يكون ان انت عايز تعمل منزل جديد عايز تطور من نفسك عايز تغير عربيليتك عايز مش عارف ايه فانت عندك متطلبات مالية فعشان كده عايز تشتغل اكتر عايز ان انت تعمل وضع استقرار في الشأن المالي فبالتالي انت عايز تستقر في الشأن المهني بان انت تشتغل في حاجة افضل احسن تطور من نفسك في الامور المهنية عايز تعمل اسم عايز تعمل سمعة عايز تعمل مركز قوي فاذا انت عندك الاجواء دي متعلقة جدا جدا يا برج الجدي بان انت عايز تنجح وتتطور طيب اذا يا برج الجدي في الامر المهني ده الشكل الموجود بالنسبة لك الوضع المالي زي ما قلت لك انت عندك مصاريف كتير فبالتالي بتتجه ليه المكاسب المهنية اكتر يعني بتتجه ان انت توصل لامر معني عشان تكسب برج الجدي انت فيه عندك حاجة متعلقة بسفر او انتقال يعني فيه حركة انتقالية موجودة سفر خارجي سفر داخلي ولكن فيه سفر السفر متعلق به امور مهنية بشكل كتير قوي او بالنسبة لك حد قريب منك مختارب عنك بعيد عنك وبيحصل فيه ان انت بتتواصل معه ومشتق له جدا ففيه النقطة دي جدا برضو موجودة طيب برج الجدي بالنسبة لك الامور الدراسية او الوضع الدراسي الوضع الدراسي بالنسبة لك انت عايز ان انت عايز فكرة اللي هو انا عايز اعوض انا حاسس ان انا يعني ما عملتش اللي عليا الترمي اللي فات فاعمل اللي عليا في الترمي ده وسوف اكتهد فعندك ده جدا اللي هو انك عايز تكتهد عايز ان انت تذكر اكتر عايز تنجح اكتر عايز ان انت يعني اوعد دماغي العالية فاعمليني الجودة فانت عندك ده جدا يعني والله بداية كل ترمي بيبقى كل شخص كده ومداخل الوقت ترمي ده لازم ذاكر لازم أقفل لازم أقفل الكتاب لازم أن أنا عارفيني يعني إيه لو عايز أزاكر كتير عايز أزاكر بسرعة عايز دي ما بتلقت المعلومة يعني فمشاء الله أنت هيبقى عندك مدام النية موجودة يبقى قصدها خير فأنت عندك النية موجودة أنت عندك النية موجودة بس طب هل بالفعل يعني خلينا نتكلم هل أنت بتعرف فعلا أنه أنت تصل إلى النجاح إلى تركيز إلى الجو آه عندك ده كده يعني الفترة دي أصلا فترة فيها أن أنت عايز تاخد كرسات عايز منقشة عايز أن أنت تكمل دراسات عليا عندك ده لو عايز تطور نفسك في الشأن الدراسي عايز تعمل اسم لو يتقلق الدكتور مش عارف فين عارفين أنا بصراحة يعني في بداية ما كنت بعمل الرسالة بتاعت فلو كنت عشان إيه يتقلق دكتورة مية فالأول له يعني بسه فضيحة بس دي صراحة لما دخلت في الموضوع كنت لها لأنا عايز عشان المركز اللي هو بقى والمكانة والرسالة ونوعية الرسالة لكن في الأول عشان يتقللي دكتورة بس مهم يعني ما قاليش أصلا عملت الدكتورة بادري خالص يعني مهم يعني فبرج الجدي أنت عندك حاجة متعلقة بالشأن ده طيب برج الجدي الأمور بقى العاطفية الوضع العاطفي بالنسبة لك أول خمس أيام زي ما قلت لك كوكب الزهرة موجود عندك كوكب الوريخ موجود عندك من بعد كده بجنتقل لي برج الدلو مش حاجة سلبية بالنسبة لك لا ده فيه تطوير في العلاقة فيه حب فيه تحديد موعد خطوبة فيه تحديد موعد زواج فيه حالة عاطفية لذيذة جدا فيه الحب الحب يعني موجود فيه أجواء لها علاقة بيه ان احنا بنعرف نقرب للحبيب أكتر فيه جذبية يعني انت بتقدر تجذب الحبيب أكتر بيقدر ان هو يجذبك أكتر فإذا فيه أجواء عاطفية لذيذة رائعة متميزة كأنك ان انت عايز تبقى تقول للناس كلها انا والحبيب سامني على العسل اخرجوا منها فعندك النقطة دي جدا اقول لك حاجة بقى خلي بالك كتير من فكرة العين المتربصة على العلاقات العاطفية يعني مش ضروري ان مثلا الحبيب جاب لك هداية مش ضروري ان انا اقول مش ضروري ان انا اوضح مش ضروري ان لما احنا نكون خلاص حددنا معادي مثلا الفرح هيبقى كمان شهرين مش ضروري اقول من دلوقتي استنى لما يبقى قابلها يعني ان شاء الله كده اسبوع ولا كام يوم ونبقى نقول يعني مش ضروري فاهمني فلازم تاخدوا بالكم كويس قوي يعني لان كمان برج الجدي انا هقولكم على نصيحة دلوقتي لان اغلب او اقولها لكم برج الجدي الاغلب بالنسبة لكم ان المكان اللي انتم متواجدين فيه تقطو مش افضل حاجة تقطو بالضيئك تقطو بتشوف حاجة مش كده هو يعني فبرج الجدي عندك النقطة دي جدا وبتشتكي كتير من الامور اللي زي كده فاذا انت عندك حسد كتير عندك طاقة سلبية كتير فخلي بالك خف من عليك الاجواء اللطيفة بالنسبة لك فمش ضروري ان احنا نقفلها ده بجد والله مش ضروري ان احنا نقفلها فاذا خلينا غاقفين بحالنا جدا الوضع العطفي ما اروعه وما اجمله فيه حتة تطوير في العلاقة العطفية يعني انتقال من خطوبة للجواز من جواز لموليدة على فكرة فيه موليدة يبقى لصحاب برج الجدي فانت عندك اجواء اقدر اقول انها لطيفة يعني في الامور العاطفية طب بالنسبة للناس المرتبطين ما اقول لكم فيه موليد وفيه تحسن في العلاقات الناس المنفصلين الناس المنفصلين بالنسبة لك هيكون فيه كتير من الرجوع يعني فيه عمليات رجوع بشكل جدا قوي طيب برج الجدي خليني اتكلم دلوقتي على حاجة جدا مهمة في الوضع او الوضع الاجتماعي خلي بالك كتير لانك ممكن تكون يا انت بتنقط حد يا حد بينقضك يا انت يا اما انت بتنقط حد يا حد بينقضك خلي بالك كتير ان انت تيجي على حد بشكل سلبي او تنقط حد بشكل سلبي والحد داي يكون برجه ناري او هوائي لانه هيبقى شخص هيبقى فيك او عقرب او برج العقرب والعشرات ثالثة فلازم تبقى واخد بالك كويس قوي انت بتتعامل مع مين لان خلي بالك لان فيه شخص ممكن يكون عنده اكثر انتقامية يعني انتقامي بالزيادة فخلي بالك انك مش اي حد ان انت تنتقد وبعد نبعد عن فكرة الانتقاد ونبعد عن فكرة المنافسة والتحديات والوقوع في مشاكل يعني لازم نخلي بالك كويس قوي خاصة يوم واحد خاصة بالنسبة لك برضو يوم واحد ليه؟ لان فيه ممكن تهور يحصل خاصة لو انت عندك مشاكل قضائية او مشاكل مالية مشاكل قضائية او مشاكل مالية فلازم برضو نكون يعني حذرين اكثر في النقطة دي طيب برج الجدي اذا نبعد عن الانتقادية ونبعد عن ان احنا نجيب لنفسنا الكلام لو احنا عندنا مسائل قانونية او مشاكل قانونية او مشاكل مالية ابعد تماما عن يوم واحد عن اصارة الجدل فخلي بالكم كتير ده بالنسبة لبرج الجدي خلال هذا الاسبوع بعض النصائح بعض الامور حاولت ان انا اوضح لكم تأثيرات بشكل متكامل بشكركم جدا باتمنى كثير ان اكون في التقوم ما تنسوش اللاعك وشاركة في قناة تفعيل الجرس سلام